استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من رؤساء شركات التعدين الإيطالية وهي شركات بيرتن ومينيرالي اندستريالي وشركة بي اس ام وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية والفريق احمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء اركان حرب وليد ابو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية واللواء اركان حرب عبد السلام شفيق رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات والسيد شريف الغريب رئيس شركة الشريف براند جروب بالاضافة الى السفير ميكيلي كواروني سفير ايطاليا بالقاهرة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار احمد فهمي صرح بان اللقاء تناول استعراض افاق التعاون مع الشركات الايطالية لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية في مصر في ضوء النجاح الكبير لنموذج التعاون الصناعي بين مصر وايطاليا في مشروع مجمع مصانع انتاج الكوارتس بالعين السخنة الذي شهد افتتاحه السيد الرئيس في مايو الماضي وخلال اللقاء عرب مسؤول الشركات الايطالية عن تطلعهم لتكثيف العمل نحو تعميق مسيرة التعاون مع مصر منوهين الى ما تعكسه المتابعة الدقيقة من جانب السيد الرئيس لجهود دفع الاستثمار الخاص من حرص للدولة على تحقيق طفرة حقيقية في هذا المجال ومؤكدين التزامهم بتعزيز التعاون المثمر مع مصر في مجال الانشطة التعدينية لسيما في ظل ما تحظى به من ثروات كامنة من الخامات المعدنية وكذا استفاده من المناخ الاستثماري الجاذب في قطع التعدين في مصر وذكر المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس اكد تقدير مصر لعلاقاتها التاريخية الراسخة مع ايطاليا والحرص على تطويرها في مختلف مجالات التعاون الثنائية مشيرا في هذا الصدد الى اهتمام مصر بجذب استثمارات الشركات الايطالية الكبرى في قطع التعدين والصناعات التحويلية بهدف زيادة القيمة الصناعية المضافة وتوطين الصناعة ونقل المعرفة والتكنولوجيا وبناء القدرات المصرية في هذه الصناعات الاكثر تطورا على النحو الذي يتيحها فقا واسعة امام الاقتصاد الوطني لتوفير المزيد من فرص العمل المتميزة وزيادة الانتاج والصادرات الى مختلف دول العالم